بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أصدرت البارح بلاغ بخصوص منح حقوق البثل التلفزي لمقابلاته طولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم لفئة مؤسسة التلفزة التونسية بلاغ مطول من أبرز النقاط اللي جيت فيها بالنسبة للبارح أن الجامعة تأكد حرصها المتواصل على تمكين الجماهير الرياضية من متابعة مقابلات كرة القدم كما عاهده الجمهور منذ عشرات السنوات على القناة التونسية الوطنية وحرصها كذلك على ديمومة الشاركة التاريخية اللي طربت الجامعة بمؤسسة التلفزة الوطنية منذ عقود من الزمن كيف كيف الجامعة تقول أنها قبلت عمناول العرض المالي السنوي اللي قدمت مؤسسة التلفزة الوطنية في الموسم الماضي ولكن التلفزة لم تلتزم بعرضها ولم تتمكن ولم تمكن عفوا الجماهير الرياضية من متابعة المقابلات كيف كيف الجامعة قالت أن المقابلات اللي قدمت في شأنهم التلفزة التونسية عرض مالي سنوي تبقى دائما على ذمة التلفزة وتدعوها للشروع في نقل المقابلات هذه انطلاقا من مباريات البطولة الوطنية بالنسبة للموسم الجديد وأيضا الجامعة في آخر البلاغ كانت ذكرت أنها لم تمنع التلفزة التونسية سابقة من بث المقابلات رغم تفاقم ديون التلفزة الوطنية لداء الجامعة وتؤكد في ذات السياق مجددا أنها لن تشترط خلاص الديون السابقة مقابل انطلاق التلفزة من جديد في بث المقابلات النجم الساحلي موجود في الجزائر قبل مواجهة شباب قسنطينا غدوة ثمانية متعليل في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال فريقيا لتوال أجر حصة تدريبية ليلية البارح بعد الوصول مباشرة إلى قسنطينا ورحلة النجم كان فيها 21 لاعب منهم علي الجمال رعاة الجزائح رامي القابسي علي البريقي فرج بن جيمة غفران النوالي صلاح الدين الغدامسي حسين بن علي حمزة الجلاسي عبد الرزاق بوزرة لؤي بن حسين جاكن بي سوميلة سيدي بي آدم الورتاني أمين الجبالي أسام عبيد فيني بونغونغا يوسف العبدالي ياسينة شماخي راقي لعواني وأصيل الجزيرة الإطار الفني للتراج الرياضي لتونسي وبالتشاور مع إدارة اللانادي قرر الاستغناء على خدمات الثنائي هاني عمامو ومعتز زدام وطلب منهم إيجاد فرقة بنسبة لهم الأزوز من جاء أخرى طال متوسط الميدان المغربي سابر بوغرين بالحصول على مستحقات المدخلدة بثمة النادي وهدد بتقديم شكاية لداء الفيفا نذكر أنه الثلاثي هاني عمامو ومعتز زدام وسابر بوغرين مهمش يتدربوا مع المجموعة والتحقوا بقاعة تقويات العضلات النادي الأسفاقسي فاز وديان البارح على المحيط القرقني 2 إبلايش في آخر اختبار ودي قبل انطلاق البطولة هداف الأساسي سجلهم حازم الحاجحسن وعلى غرام من ضربة جزاء الاتحاد المونستيري كيف كيف فاز وديان البارح على حساب قواف القفصة في آخر مباراة قبل انطلاق البطولة بنتيجة 1 إبلايش في مباراة تلعبت في ملعب مصطفى بن جنات وهدف المباراة الوحيد كان سجله فايسل المناعي في دقيقة 72 نكمل بالأخبار العالمية ومانشستر سيتي الإنجليزي توجل بارح باللقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلي الإسباني بركالات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1 مقابل 1 يوسف النسيري كان سجل هدف إشبيلي في دقيقة 25 من رأسية ممتازة وبالمير سجل هدف للسيتيزنز في دقيقة 63 وهكا يكون هذا اللقب الرابع للسيتي في موسم 22-23 بعد البريمير ليج كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة أبطال أوروبا